ويتقلق دائما الحقيقة مش بس كريم عبدالعزيز وزي ما مبارح كنت بقولك على أحمد عيد لكن وانا قصد ان انا اذكر الناس اللي احنا مخدمش على التليفون فتحي عبدالوهاب فتحي عبدالوهاب عبقري دون ان يهتز حرف واحد اخلالا بالمعنى عبقري فتحي عبدالوهاب عينيه بتتكلم عنده نظرة عين تحسسك انه مثلا مش عجبني كلام حسن الصباح او يا ويلك مني على الحركة اللي انت عملتها قدام السلطات او انه عندما يشعر بالاعجاب او عندما يخطط لشيء او عندما يستحسن شيء عينين فتحي عبدالوهاب دون ان ينطق تتحدث اختلاجات عضلات الوش تتحدث ده مشهد مثلا لحمد عيد بص على وش وعنين عيد وهو بيتكلم وانت مش سامع هو بيقول ايه لا عيد متقلق انا في رأيي زي ما كنت بقول لكم بارح انا عارف انه عيد مالوش فيه عارف والله لا اسباب الهنده مش دي القصة لكن ده لا يمنعني من انه انا بقى مهني وموضوعي فوجة نظري ومنصف ده اكتشاف مزهل عيد قدم لنا كوميديا حلوة وبيقدم لنا الادوار دي اللي هي بعيدة تماما عن الكوميديا احلى لو كان ليه ان انصح كمل كده كمل كده ولو كان ليه ان انصح من المخرجين كلهم مش اكثرهم عيد اقول قولي هذا واتوكل انا على الله مرحل